مرحبا بكم يتم تصنيف أكبر الدول المصدرات للغاز المسال اعتمادا على حجم الإنتاج والتصدير في الوقت الحالي وحسب معطيات منصة الطاقة المتخصصة في مجال النفط والغاز فإن صادرات الغاز المسال للدول العربية مجتمعة قد سجلت خلال العام الماضي نحو 114.3 مليون طن وكانت الدول الأوروبية هي أكبر الدول المستقبلة للغاز العربي سوف نقدم لكم في هذا الفيديو ترتيب أكبر الدول العربية حسب تصدير الغاز المسال لكن قبل البدء المرجو المساعدة في دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد في المركز الخامس مصر تعتبر مصر واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطابع في المنطقة وتمتلك موارد هائلة من الغاز الطابعي ويعتبر تصدير الغاز من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري وتعمل مصر على تصدير الغاز الطابع إلى عدة دول حول العالمة تشمل الاتحاد الأوروبي وأسيا والشرق الأوسط وتمتلك مصر منشآت تكرير الغاز المسال في الدوميط حيث تقوم بتحويل الغاز الطابع إلى سائل قابل للتخزين والتصدير وتمتلك مصر أيضا منشآت أخرى لتكرير الغاز المسال في العين السخنة ولقد حافظت صادرات الغاز المسال المصرية على مستوياتها خلال الربع الأول من هذا العام بنحو 1.90 مليون طن ولقد استحودت أوروبا على نحو 76% من إجمال صادرات مصر من الغاز المسال خلال الربع الأول من هذه السنة في حين استقبلت الأسواق الأسيوية باقي الكمية التي تمثل 24% أكد وزير البترول طارق الملة أن مصر قامت بتصدير نحو 7 مليون طن غاز طبعي مسال العام الماضي وأوضح أن 80% من هذه الكمية تم تصديرها لأسواق الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن الكميات المصدرة ستزيد هذا العام إلى نحو 8 مليون طن يذهب 90% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي في المركز الرابع الإمارات العربية المتحدة تتمتع الإمارات بموارد هائلة من الغاز الطبيعي وتعتبر منتجا رئيسيا للغاز في المنطقة وتمتلك الإمارات شبكة واسعة لأنابيب الغاز التي تربط الإمارات بدول الخليج والمنطقة ويعتبر قطاع الغاز في الإمارات من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني وتسعى الحكومات الإماراتية إلى تعزيز الاستثمارات في هذا القطع ولقد سجلت صادرات الغاز المسال من الإمارات تراجعا خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 20% على أساس سنوي وأظهر تقرير أوبيك تسجيل صادرات الغاز المسال الإماراتية خلال الربع الأول من هذه السنة بنحو 1.2 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن خلال المدة نفسها من العام الماضي وتصدر الإمارات غازها نحو الهند وكوريا الجنوبية واليابان والصين والتيوان وسنغافورة كما صدرت 137 ألف متر مكعب نحو ألمانيا خلال هذه السنة قطاع الغاز والطاقة محور رئيسي لجولة المستشار الألماني أولف تشولز إلى الخليج قادما من العربية السعودية المستشار الألماني يجري محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زيد النهيان المحادثات توجت بالتوقيع على اتفاقية عديدة أبرزها اتفاقية تمكن ألمانيا من الحصول على شحنات من الغاز الطبيعي المسال والديزل في المركز الثالث الجزائر تعتبر الجزائر واحدة من أكبر الدول المصدرين للغاز الطبيعي في العالم تمثل صادرات الغاز الطبيعي الجزائرية حجما كبيرا من الإرادات الخارجية للبلاد وتصدر الجزائر غازها عبر أنابي بتمر عبر البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا ولقد ارتفعت صادرات الغاز المسال الجزائرية خلال الربع الأول من عام 2023 إلى نحو 2.8 مليون طن مقابل 2.4 مليون طن خلال الربع الأول من العام الماضي ولقد سجلت صادرات الجزائر من الغاز المسال نسبة نمو ملحوظة على أساس سنوي بلغت 16.7% وهي أعلى نسبة نمو على مستوى الدول العربية خلال الربع الأول من هذا العام وتوجهت غالبية الشحنات من الجزائر إلى الأسواق الأوروبية الكبرى مثل فرنسا في وقت تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر إمداداتها من الغاز كما استمر تدفق الغاز الجزائري إلى إسبانيا على الرغم من توقف دخ الغاز عبر خط الغاز المغارب الأوروبي الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر الأراضي المغربية منذ أواخر عام 2021 ولقد استقبلت إسبانيا عدة شحنات خلال الربع الأول من الجزائر في هذا العام بلغت وفق التقديرات الأولية لأوبيك نحو 240 ألف طن كشف الرئيس المدير العام لمجموعة سونطراك الجزائرية فيق حكار عزم الشركة زيادة إنتاج الغاز بثمانية ملايير متر مكعب خلال السنة الجارية بدخول استثمارات جديدة حيث الإنتاج واسترجاع الغاز المصاحبي في منشآت المعالجة الحالية في المركز الثاني سلطانة عمان تعتبر سلطانة عمان واحدة من أكبر منتج الغاز الطابع المسالي في العالم وتصدر كمية كبيرة من الغاز المسالي إلى الأسواق العالمية ويعتبر مشروع تصدير الغاز المسالي في سلطانة عمان أحد أهم المشارع الاقتصادية للبلاد وتعمل الحكومة العمانية على تطوير وتوسيع صناعة وتصدير الغاز المسال وتهدف إلى زيادة إنتاجها وتوسيع أسواق التصدير وتوقيع اتفاقيات تصدير طاولة الأمد مع العديد من الدول وشركات الطاقة الكبرى بهدف تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وطاولة الأمد ولقد بلغ إجمالي صادرات الغاز المسالي العماني خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 3.1 مليون طن مقارنة بنحو 2.9 مليون طن خلال الربع الأول من العام الماضي وأشار تقرير أوبيك إلا أن صادرات سلطانة عمان من الغاز المسالي سجلت نسبة نمو بلغت 6.9% على أساس سنوي وهي ثالث أعلى نسبة النمو على مستوى الدول العربية إذ تعمل الشركات العمانية للغاز الطابع المسال بكامل طاقتها الإنتاجية التي وصلت إلى 11.5 مليون طن سنويا وأصبحت سلطانة عمان ثاني أكبر مصدر الغاز المسال على مستوى الوطن العربي ارتفع إنتاج المصاف والصناعات البترولية في سلطانة عمان بنسبة 30.8% حتى نهاية شهر إبريل الماضي وقاد غاز البترولة المسال والباركسلين لارتفاع في الصادرات مسجلا ارتفاعا نسبته 2277.8% وستمائة وواحدا وعشرين فاصل ثلاثة بالمئة على التوالي وفق ما أشارت إليه الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في المركز الأول قطر تعتبر قطر الدولة العربية الأكبر في إنتاج وتصدير الغاز الطابع المسال وتعتبر قطر أحد أكبر منتج الغاز الطابع في العالم ولقد تساوت قطر مع أستراليا في حجم صادرات الغاز المسال خلال الربع الأول من هذا العام هي تحتل قطر المرتبة الثانية عالميا في قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال وتصدرت قطر قائمة أكبر دول العالم المصدرة للغاز المسال عام 2022 بإجمالي بلغ 80 مليون طن متجاوزة أمريكا وأستراليا وواصلت الصادرات القطرية النمو خلال الربع الأول من هذا العام مسجلة 20.5 مليون طن بزيادة 8.5% من صادرات الربع الأول من العام الماضي وهكذا تحتل قطر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصدير الغاز المسال استعادت قطر صدرتها لقائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالمين والولايات المتحدة مع انتهاء فصل الشتاء خلال العام الجاري وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن صادرات قطر من الغاز المسال تجاوزت 7.5 مليون طن خلال الشهر الماضي وفقا لبيانات تتبع السفن متخطية بذلك حجم الصادرات الأمريكية وتخطط قطر لزيادة قدرتها الانتهاجية من الغاز المسال إلى 110 ملايين طن سنويا وذلك من خلال مشروع توسعة حقل الشمال أكبر حقل للغاز في العالم ترجمة نانسي قنقر